تحالف ثالث بتركيا يشعل خلافا بين حزبي داود أغلو وباباجان حيث يسود التوتر بين حزبي المستقبل بزعامة أحمد داود أغلو والديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان على خلفية إنشاء تحالف ثالث لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران يونيو المقبل وبدأ التوتر على خلفية تصريحات لزعيم الديمقراطية والتقدم علي باباجان والتي كشف فيها عن مقترح قدمه داود أغلو له لتشكيل تحالف يتكون من الأحزاب الثلاثة وأوضح باباجان أنه جرى تقديم المقترح إلى هيئة رئاسة حزبه للتشاور ولكنه قوبل بالرفض التام بالإجماع من كافة الأعضاء البالغ عددهم واحدا وعشرين مضيفا أن الأمر يتعلق بكيفية تعريف أنفسنا كحزب وردا على تصريحات باباجان كتب عبدالقادر بايكي العضو المؤسس في حزب المستقبل ونائب رئيس السياسات الاجتماعية في تغليدة في حسابه على تويتر قال أن الخطأ الأكبر الذي يقع على الذي اعتبرك رجلا وقدم لك هذا العرض بحسب قوله وردا على التغليدة هاجم تونهان إلماس العضو المؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم بايكي متسائلا هل أنت أحد مؤسسي حزب المستقبل سيد علي باباجان وأحمد هوجة داود أغلو أصدقاء قدامة وعمل معا في السياسة لعدة سنوات ويقدم الطرفان مساهمات في الطاولة السيداسية من أجل مستقبل البلاد وأضاف إنه عار عليك الكاتب التركي محرم ساركاية في تقرير على صحيفة خبر ترك ذكر أن المثير الاهتمام أن النقاش وصل إلى هذا المستوى من أعضاء المجالس الإدارية في الحزبين وأوضح أن مسألة التحالف ليست بجديدة وقبل الانضمام إلى الطاولة السيداسية قامت مجموعة من المفكرين الذين تركوا حزب العدالة والتنمية ناقش بشأن عمل حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم معا وخلصوا إلى أن ذلك سيخلق تآزرا كبيرا ويجذب المزيد من المؤيدين لسيما من ناخبي الحزب الحاكم وتابع بأن هذه المجموعة توجهت إلى داود أغلو أولا بشأن الفكرة والذي بدوره نظر إلى الأمر بإيجابية وبعد ذلك توجهوا إلى بابجان الذي لم ينظر إلى المقترح بحرارة وأكد أنه سيذهب بطريقه الخاص وهو لا يفكر بالاندماج مع حزب آخر أو تكوين أي تحالف حاليا وأجريت دراسات بشأن عدم ابتعاد الناخب عن حزب العدالة والتنمية بحسب الكاتب الذي أشار إلى أن المحافظين يشعرون بالقلق من خسارة المكاسب التي جرى تحقيقها من خلال حزب العدالة والتنمية بدوره قال الكاتب التركي حسين قولرجي في تقرير على صحيفة استار أنه عندما التقى داود أغلو مع زعيم حزب السعادة تمل كارمولا أغلو في الخامس من آب أغسطس الماضي وفي الثالث والعشرين من الشهر ذاته مع بابجان قدم هذا العرض بحيث يكون تحالفا بينهم داخل تحالف الطاولة السدسية وأشار الكاتب إلى أن المنطق الذي استند إليه داود أغلو أنه ليس من السهل جذب أصوات ناخب العدالة والتنمية عند النظر لأحزابهم مع حزبي الشعب الجمهوري والجيد لافتا إلى أن كارمولا أغلو أبدى موافقته على المقترح لكن بابجان رفضه وتابع بأن حقيقة الأمر هي أن حزب بابجان وفقا لتطلعاته ليس محافظا بل يريدون تكريس أن يكون لبراليا وباختصار يختم الكاتب مقاله بالقول لا يريد زعيم الدموقراطية والتقدم أن ينظر إليه جنبا إلى جنب مع داود أغلو موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة